يوم مبارك هذا يوم كان يحتفي به النبيون هذا اليوم كان يحتفي به الخليل وإبراهيم وإسماعيل وهذا اليوم وافق أيضا نجات موسى يعني هذا اليوم يوم عشراء كانت العرب تعظمه في الجاهلية تراصا من تركة موسى عليه السلام يعني الحديث عائشة والحديث متفق عليه حديث للصحيحين أن هذا يوم كان يصومه النبي قبل أن يهاجر من مكة وكان يصومه في الجاهلية وكانت تعظمه قريش يعني يوم له مكانته فلما هاجر من مكة إلى المدينة وجد أن هذا هو اليوم أيضا لماذا تحتفلون بهذا اليوم وتصومونه هو النبي صلى الله عليه وسلم يندهش أن اليهود يفعلون مثلما كانت تفعل قريش قالوا ذلك يوم عظيم ذلك يوم صالح ذاك اليوم الذي أنجل الله فيه عبده ونبيه موسى من الغرق فقال نبي نحن أولى بموسى منه يعني إضافة إلى الأسباب التي من أجلها صام النبي عشراء أنه اليوم الذي أنجل الله فيه نبيه موسى عليه السلام طبعا كلام اللي أنا قلت ده أعداء السنة وكاره السنة وكاره الأحاديث بالنسبة لهم الموضوع ده بالنسبة لهم يعني ما يقدرونش يتحملوه لكن إحنا نؤمن بالله ورسوله ونؤمن بما جاء أنا على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم من صحيح الحديث ترجمة نانسي قنقر